تحية لك شكري ولكل المستمعين اللوفياء وبداية هذه الفقرة ودي من الريباط حيث من المرسقة بأن يلاقي المنتخب المغربي وديا نظيره الغاني في إطار التحضير لتصفية كاسي العالم قطر 2022 محق ودي جديد شكري وفرصة ذهبية لتقويم الأداء قبل موعد الامتحان في تصفية كاسي العالم قطر 2022 التي تنطلق شهر شتنبر المقبل المنتخب المغربي يختبر جاهزيته أمام منتخب قوي وعنيد يحمل اسم غانا وعمل الناخب المغربي ضييد أليلوزيتش ثلاث أسبوع كامل من الحصص التدريبية على تطوير الشقين التكتيكي والبدني أملا في محو الأداء البهد في آخر مبارتين لدى كل من موريتانيا وبروندي في تصفية الإفريقية هذا من المحتمل أن يغيب عن هذا الصدام الويدي بطل أوروبا حكيم زياج الملتحق متأخرا بالمعسكر إلى جانب الغياب الرسمي لأدم مصينة ضير الأيصار لواتفورد الإنجليزية ومن المرتقب أن يعوضه زاميله أشرف لزعر عن هذه المواجهة ضغانا نستمع للعب المنتخب المغربي سفيان رحمي نذكر أن أخير مباراة جماعة الوسود بوسود تيرانجا وجريت عام 2008 أو بي البلاك ستارز وجريت عام 2008 في كاس الأمم الإفريقية مباراة غان المغرب تنطلق في تمام الساعة الثمينة مساء أي بعد 35 دقيقة من الآن بالتمام والكمال في سياق المباراة الودية الدولية للمنتخبات المغاربية دائما سيفتقد المنتخب التونسي لخدمات لعبية يوسف مساكني وفرجان الساسي في المقابلتين الوديتين لنصور قرطاج سواء الأولى ضد الجزائر يوم الجمعة والثانية ضد المنتخب المالي الثلاثة المقبل وتعرض اللاعبان لمساكني واساسي للإصابة في المباراة الودية الأخيرة التي جمعت تونس بجمهورية الكونغو ديمقراطية وما سبت المنصرم نفتح اللحظة صفحة كرة القدمة الدولية حيث تتواصل مساء اليوم وفجر الأربعاء تصفيت منطقة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كاس العالم قطر 2022 منتخب البرازيل المتصدر بالعالم الكامل يحل ضيفا على البراغواي أما الأرجنتين ثاني الترتيب فيرحل لملاقات كولومبيا وعينه على تعويض التعادل في آخر جولة في القارة الأوروبية تواصل العديد من المنتخبات تحضيراتها لليورو الذي ينطلق يوم الجمعة المقبلة بإحدى عشرة مدينة أوروبية المنتخب الفرنسي بقيادة ديدي ديشون يواجه مساء اليوم في ثاني اختبار ودي ضيفه البلغاري وذلك بداية من الساعة الثمينة مساء في جديد سوق الانتقالات أكد تقارير سحفية فرنسية أن نادي بغيسان جرما الفرنسي حسم صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فاينالدوم لعب ليفر بول حتى العام 2024 من المرتقب الكشف عن تفاصيل انتقال فاينالدوم إلى نادي العاصمة الفرنسية خلال الساعات المقبلة بعدما أشار التقارير سابقة إلى اقترابه من نادي بارشلونة يذكر أن فاينالدوم استهل مسيرته مع فاينورد وانتقل إلى اندهوفن ثم نيوكاسل يونايتد الانجليزية قبل أن يحط الرحال في الليفربول في العام 2016 في انجلترا علن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم أن دي هيوت ستصبح أول رئيسة للاتحاد بدءا من شهر يناير 2022 وأوضح الاتحاد الانجليزي أن هذا تعيين جاء بالإجماع من قبل لجنة الاختيار المكونة من سبعة أعضاء بالاتحاد وستخلف بذلك رئيس الاتحاد الموقعات بيتر ماكورميكا وكان الاتحاد الانجليزي الذي تأسس قبل 158 عاما يبحث عن من يشغل كورسي رئاسته خلفا لجريد كلارك الذي استقال في شهر نوفمبر الماضي بتهمة العنصرية نختم من بطولة تيرولونغروس الفرنسية وعوالم الكورة السفراء الألماني أليكساندر زفيريف وللواصلين إلى نصف النهائي بفوزه السهل اليوم على حساب دافيدوفيتش فوكينا بثلاث مجموعات نظيفة وهي المرة الأولى التي يصل فيها زفيريف المربعة الذهبية وينتظر الألماني في النصف الفائز من المواجهة القوية التي تنطلق بعد اللحظات بين الروسي دانيل ميدفيديف واليوناني ستيفانو ستيباسا نذكر أن مباراة ربع النهائي تتواصل غدا بإجراء مبارتين حمل اللقب ناضال يواجه الأرجنتيني دياغو شواردزمان وجوكوفيتش يلاقي الإيطالي بيريتيني ولدى السيدات بلغت أسلوفينية تمارا زيدانشيك المصنفة الخامسة والثمانين عالمية نصف نهائي بطولة غلونغروس بفوزها على الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين لمجموعة واحدة وستلاقي زيدانشيك إذن بذلك في دور القادم الروسية أنستازيا بافليو تينكوفا والتي تخلصت من عقدة ربع النهائي بفوزها على الكازاخ الثانية إلينا ريبا كينا بمجموعتين لمجموعة واحدة لهذا مسامع الكرام نضع نقطة نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة باقي فقرات الحصات ترجمة نانسي قنقر